اشتركوا في القناة اصنع شعر مستعار للاطفال المصابين بالسرطان اطال شعره الاشقر لمدة سنتين فاصبح طويلا جدا لدرجة انه غالبا ما كان يحسبه الناس فتاة وتحمل الكثير من السخرية والمعاملة السيئة في المدرسة ولكن على الرغم من ذلك لم يتأثر فيني وعندما قامت امه مصففة الشعر بقص شعره وارساله الى جمعية ويغز فور كيدز التي لا تستهدف الربح لم يستطع ابن السبع سنوات ان يتوقف عن الابتسام ولكن ما عكر سعادته هو الالم الذي شعر به في عينه اليمنى فتورمت هذه الاخيرة وبما انه كان وقتا اذن موسم تطاير غبار اللقاح في ذروته لم يقلق والداه كثيرا ولكن عندما بدأ يشتكي من الم في ركبته ورأى والداه نتوءا كبيرة في وركه اصبا بالذعر فتوجهوا الى المستشفى حيث كشف التصوير المقطعي الحقيقة المرة لدى صبي ورم في وركه ولكن هذا ليس كل شيء ففي عينه المتورمة ورم خبيث ايضا الصبي الذي تحمل سوء المعاملة والسخرية طوال سنتين كاملتين لانه اراد مساعدة الاطفال المصابين بالسرطان اليوم هو بنفسه مصاب بساكروم ايونغ وهو نوع نادر من سرطان العظم انها صدمة لوالديه وهما يسعيان كي يبقيا قويين من اجل ابنهما يقول ابوه جيسون ديستويلز طالما نحن موجودان بقربه وطالما نبتسم له ونقول له ان كل شيء سيكون على ما يرام سيبقى يفكر هكذا هو ايضا فيني مثلنا شخص متفائل الى الابد بدأ العلاج الكيميائي لفيني امه اماندا الحامل بالشهر السادس وابوه يأخذان وقت راحة من اجل الاهتمام بشكل كامل بابنهما وعدم تركه ولو قليلا في هذه المحنة الصعبة اما جدا فيني ففتحا صفحة للتبرعات من اجل جمع الاموال لمساعدة العائلة اشتركوا في القناة